موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من كشك الصحافة كالمعتاد نتناول أبرز ما ركزت عليه الصحافة اليمنية والعربية من تطورات تشهدها الساحة اليمنية بداية جولة الصحافة اليمنية من موقع مزر أونلاين ورد فيه الحوثيون يختطفون عضو مجلس النواب محمد شردة من العاصمة صنعاء في عنوان آخر مواقع استراتيجية في جبل هيلان بمأرب تقع في قبضة المقاومة والجيش الوطني عنوان الموقع أيضا عن الملك سلمان يقول راعد الشمال رسالة للعالم ورفضنا المساس باليمن من العنوين التي جاءت تفاصيل خبر المجزرة الجديدة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في تعز ويقول الموقع أفاد مراسل المصدر أونلاين أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب خمسة وعشرون آخرون في قصف شنته ميليشيا الحوثي وصالح على أحد أحياء مدينة تعز وقال المراسل إن الميليشيا قصفت بقذائف ألهاون حي شعب الدب في منطقة حوض الأشراف بالمدينة ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة وعشرين آخرين نقلوا إلى مستشفى الثورة وأضاف إن القصف ما يزال مستمرا بشكل متقطع وإن أصوات انفجارات تدوى في المدينة يتابع الموقع ووجهت مستشفيات مدينة تعز لداء استغاثة للتبرع بالدم للمصابين الذين سقطوا في القصف الذي شنته ميليشيا الحوثي بحق المدنيين قبل قليل نتحول إلى موقع يمن موليتر نستعرض أبرز ما جاء فيه من عنوين مسؤول إماراتي يقول مفاوضات اليمن فرصة تاريخية لابد أن تنجح في عنوان آخر وزير الخارجي عبد الملك المخلافي يقول هنا ستبدأ من تعز وحجة في الجانب الإغاثي 1.4 مليون يمني استفادوا من مساعدات قطر الغذائية في إب وتعز نتحول إلى تفاصيل تصريحات نائب وزير الخارجي الكويتي خالد الجرالة أن هناك بوادر إيجابية فيما يتعلق بمفاوضات السلام اليمنية المقرر عقدها في الثامن عشر من الشهر الجاري قال نائب وزير الخارجي الكويتي أيضا أن هناك بوادر إيجابية فيما يتعلق بمفاوضات السلام اليمنية في البلاد في الثامن عشر من هذا الشهر وأوضح أيضا أن الأمم المتحدة هي المعنية بالإشراف على الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها بينما الكويت هي دولة مستضيفة وحاضنة لهذه المفاوضات فقط وأعرب الجار الله لصحيفة الجريد الكويتي عن أمله أن تسفر هذه البوادر والمؤشرات الإيجابية عن حلول تصب في مصلحة اليمن الشقيق لسيما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار المقرر أن يدخل حيث التنفيذ اعتبارا من الغد هي الحرب لعبة تحت هذا العنوان كتبت فكرية شحرة مقالا ونشره موقع ياما المونيتر تحدثت عن الحرب ولعبة أساسة وصراع المصالح وقالت الكاتبة الحرب تلك الحالة البشرية التي لن تعرف الإنسانية النقية لها وصفا أو تبريرا سوى أنها وحشية وحيوانية ربما يراها الكبار لعبتهم مفضل الإخضاع الشعوب وقسقصة الأجنحة التي تحلم بالنمو والتحليق وهذا ما حدث لشعوب الربيع العربي الذي تحول إلى موسم حصاد للأرواح البريئة حين حاول الكبار إجهاد الحلم ككل مرة تفكر فيها الشعوب المضطهدة مقارعة تتخلفها كانت الحرب دائما وأبدا لعبة تديرها قرارات ومصالح دولية وتخطيط وتمويل مالي هائل بالسلاح والمال وشراء الولاءات لكنها في النهاية ليست لعبة مسلية للشعوب المسحوقة البسيطة فليست تلعب حين تحفر قبور ضحاياها وشهدائها وليست تلعب وهي تشرد وتهجر من بيوتها وقراها ومدنها وليست لعبة أيضا وهي تحاصر شهورا وربما أعواما وتقتل في المعابر والمنافي ليست لعبة أبدا هذه الحرب حتى تتفق في مفاوضات غير صادقة على مساواة القاتل والضحية وتقرر من يرتقي لدور قادم من لعبة أخرى أن تصبح ميليشيا الضمار والخراب والعنصرية مكونا سياسيا يشارك في خراب ما تبقى من المستقبل يعد جريمة وخيانة لكل الضحايا وكل الدماء التي سالت خيانة عظمى للجمهورية والحرية والكرامة بعد أن حاولت ميليشيا الإمامة وأدها بشتى الطرق وأبشعها ويعمدها سؤونية واضحة من هذه الميليشيا فلا هي أفرجت عن المعتقلين والمختطفين قصريا ولا هي رفعت سلاحها وقصفها الموجه لمدينة تعز فأي مستقبل سيجمع اليمنيين بهك ذكيان عنصري تدميري وتحت أي مسمى يسغه الكبار لنا نطالع من موقع الموقع أبرز الأخبار في صفحته الرئيسية هجوم للجيش والمقاومة على مواقع الميليشيا في عسيلان في شبوة في الشان الميداني أيضا الجيش الوطني يصد هجوما للحوثيين في ميدي أما في الجانب السياسي ناطق الحوثيون ناطق الحوثيين يرجح تأجيل موعد وقف إطلاق النار نتحول إلى قراءة تفاصيل مصرع قيدي حوثي على يد والده في مدينة ذمار يقول الموقع أفد شو دعيان بمدينة ذمار أن القيدي الحوثي محمد البحري لقي مصرعه على يد والده في سوق الفراسي حي الجمارك شمال المدينة وذكرت مصادر محلية أن الحادثة وقعت بعد مشادة كلامية بينه وبين والده تطورت إلى إطلاق الرصاص الحي عليه ليرديه قتيلا نذهب إلى موقع الصحوانات نستعرض آخر التطورات منها بندغر يدعو لتفعيل اللجنة الاقتصادية بما يؤدي لتنمية الموارد المحلية وعنونا الموقع أيضا ناطق الحكومة للحوثيين يقول من يريد سلاما لا يشتري سلاحا في الشأن العسكري قوات الجيش والمقاومة تحرر مواقع استراتيجية بهيلان والأشقر في مأرب ركز الموقع على تصريحات المتحدث باسم قوات التحالف العميد أحمد عسيري ويقول الخبر قال متحدث باسم التحالف العربي إن التحالف مستعد للالتزام بوقف إطلاق النار طالما التزم المتمردون بقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى انسحابهم من المدن اليمنية وقال العميد أحمد عسيري للأسوشيديد برس إن على الحوثيين إظهار التزامهم بمحادثات السلام المقررة في الثامن عشر من إبريل الجاري والتي قد تسفر عن تسوية سياسية وأضاف إنه على المتمردين الاعتراف بحكومة الرئيس عبد الرب منصر هادي وتسليم أسلحتهم الثقيلة ننتقل إلى موقع نيوز يمن والذي جاء في عنوينه الحوثيون يشنون حملة اختطافات وقصف عشوائي على قرى مدرية الوزعية غرب تعز تناول الموقع أيضا ميليشيا الحوثي تتعسف على منظمات الإغاثة بذمار وتمنع توزيع المفروشات والبطانيات للنازحين أما في البيضاء إصابة امرأة برصاص قناص حوثي في منطقة غول زيد بمدرية الزاهر وركز الموقع على خبر الإفراج عن مواطن أمريكي من قبل ميليشيا الحوثي بوساطة عمانية وجاء في التفاصيل أعلنت الخارجية العمانية أنه تم الإفراج عن مواطن أمريكي كان محتجزا لدى الحوثيين في اليمن وتم نقله إلى العاصمة العمانية مصقا وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية أن الجهات المعنية في سلطنة عمان قامت بالتنسيق مع السلطات اليمنية في صنعاء للإفراج عن مواطن أمريكي في اليمن وأشارت الخارجية العمانية إلى أنه تم نقله من صنعاء إلى مصقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العماني تمهيدا لعودته إلى بلاده إيران حجر عثر أمام سلام اليمن تحت هذا العنوان كتب مأرب الوارد مقالا ونشره موقع نيوز يمن تحدث فيه عن الدور الإيراني عن عرقلة إحلال السلام في اليمن وقال الكاتب تدعم دول عدة عربية وغربية محادثات السلام اليمنية المقرر إجراؤها في الكويت في الثامن عشر من إبريل الجاري وتسير التحضيرات لها بشكل جيد لكن دولة معنية بالصراع هي إيران لم تعلن موقفها لكن اسمها حاضر في وسائل الإعلام وراء إرسال سفن أسلحة جديدة لليمن إيران متورطة في الصراع الدائر منذ عام في البلاد من خلال دعمها للحوثيين النسخة اليمنية من حزب الله اللبناني وميليشيا الحشد الشعبي العراقي في محاولة منها لتثبيت أقدام مشروع الثورة الإسلامية في عاصمة عربية قريبة من السعودية في ضوء التحضيرات للمحادثات القادمة لا يمكن الرهان على نجاحها وقبول الحوثيين بها طالما ولم تقرر إيران كمالك لقرارهم التوصل لحل سياسي وهي تربطه بتسوية شاملة لملفاتها في المنطقة من سوريا إلى لبنان وأزمتها الدبلوماسية مع السعودية تحديدا ودول الخليج بشكل عام واضح أن طهران لم تعطي ضوءا أخضر للحوثيين للقبول بالحل السلمي في الوقت الراهن في ظل رفضهم الالتزام بشكل واضح وعلني للقرار 2116 والشروع ولو بخطوات لتطبيقه ومراهنتهم على الصمود والكتال حتى تتحسن الشروط والمواقف ليس المطلوب من إيران بيان صحفي لدعم المحادثات والحل السياسي أو إبلاغ موقفها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ على اعتبار أن هذا يمكن أن تفعله مثل غيرها لكنها تناقضه عمليا وهذا هو الاختبار الحقيقي لمعرفة مصداقيتها نحو تحقيق السلام في اليمن نختم جولة الصحافة من موقع تغير نت نقرأ من صفحته الرئيسية هدنة منتصف ليل الأحد في اليمن ومحادثات تحيي الأمال في تسوية وورد في الموقع رئيس مجلس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن وعلى المستوى الميداني الجيش يستعيد مواقع غرب تعز ويقترب من السيطرة على حدائق الصالح اهتم الموقع بالشأن السياسي وركز على تصريحات عبدالعزيز المفلحي مستشار الرئيس هادي ويقول الموقع اكد عبدالعزيز المفلحي مستشار الرئيس هادي ان المسودة النهائية واللجنة الفنية المعنية بتنفيذها ترتكز على القرار 22-16 ولكن الانسحاب سيخضع لنتائج مشاورات الكويت وقال المفلحي في تصريحات لصحيفة عكاب السعودية الحكومة والرئيس حريصان على اتمام عملية السلام وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرارات الأممية لكننا نخشى من نكث الانقلابيين للعهود والموثيق خصوصا واننا لم نلاحظ منهم اي التزام بوثيقة او عهد حتى اللحظة اضاف المسؤول الرئاسي في حال الوصول الى اتفاق سيكون هناك مشاركة مشاركة اقليمية ودولية في الاشراف على وقف اطلاق النار الى جانب اللجان اليمنية المختصة كما ان قوات التحالف سيكون دورها قياديا وداعما للحكومة الشرعية اليمنية ولعملية تثبيت وقف اطلاق النار مؤكدا بان كل ذلك سيتم متى التزم الطرف الانقلابي بتنفيذ تعهداته مشاهدين الكرام قبل ان نستعرض ما لدينا من صحافة عربية في اعدادها الصادرة اليوم نذهب الى فاصل قصير ابقوا معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة مشاهدين نصحبكم في جولة الصحافة العربية الصادرة في اعدادها اليوم التي تتابع التطورات السياسية حيث عنونت صحيفة العرب الجديد بقولها عقبات وقف اطلاق النار مستمرة كشفت مصادر السياسية اليمنية مقربة من الحوثيين للعرب الجديد ان المسودة التي قدمها الجانب الأممي كاتفاق لوقف اطلاق النار اثارت من جديد الخلافات حول ابرز نقطة يعتبرها الانقلابيون شرطا لا تنازل عنه قبل اية جولة محادثات وهو وقف شامل لاطلاق النار يتضمن اساسا وقفا لعمليات الجوية للتحالف العربي ووفقا للمصادر فان الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس المخلوع الصالح اتفقا على رأي موحد تجاه المسودة الذي جرى تسلمها من الامم المتحدة قبل ايام وعلى ضرورة ان تكون حاسمة وشاملة وتحقق وقف العمليات العسكرية ايا كانت المبررات مع العلم ان الاتفاق تم بين الطرفين على الرغم من الخلافات التي ظهرت بينهما في العديد من القضايا خلال الاسابيع الماضية ووفقا لوثيقة مسربة حصل عليها العربي الجديد فان المسودة الاولية التي رفضتها الجماعة تتألف من عشرين بندا وتنص على ان يوافق الحوثيون وحزب المؤتمر على وقف الاعمال القتالية بدءا من عاشر ابريل من العاشر من ابريل مساء الاحد وتقول الصحيفة ان المسودة تتضمن بندا مثيرا وهو الرابع الذي يسمح فقط باستخدام القوة بغرض الدفاع عن النفس ويشترط ان يكون باستخدام الحد الادنى من القوة اللازمة للرد على هجوم مباشر او لضمان الامن فقط في المنطقة التي تتواجد بها القوات التابعة للطرف المعني صحيفة القدس العربي تهتم بذات الموضوع وتتوقع عبر مصادر سياسية ان احتمالات نجاح الهدنة ضئيلة جدا وربما تلحق تلحق بسابقاتها اثر عدم وجود اي مؤشرات ايجابية حتى الان على صدق نوايا المتحاربين في واقف اطلاق النار وفي الاستمرار في تغليب لغة المندقية على لغة العقل واوضحت مصادر سياسية للقدس ان الاستعدادات للجولة المقبلة من مباحثات السلام في الكويت بين الحكومة اليمنية والانقلابيين الذين يمثلهم الحوثيون واتبع الرئيس المخلوع علي صالح جارية على قدم وصاق وكل القوى المحلية والاقليمية والدولية تسعى الى انجاحها لكن وحسب الصحيفة فتقول القدس العربي فان هذه الطموحات والامال قد تصطدم بمفاجآت تنسف كل هذه الجهود التي يطمح الجميع ان تتوج بنجاح مباحثات الكويت والتي كانت محصلة لجهود كبيرة بذلها المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد ذكرت العديد من المصادر اليمنية ان الطرفين الحكومي والانقلابي توصلا الى توافق مبدئي حول مسودة للاتفاق لوقف اطلاق النار بين القوات الحكومية الممثلة بقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جانب وميليشيا الحوثي وقوات المخلوع علي الصالح من جانب اخر اليمن بين انهاء النزاع واستراحة المحاربين تحت هذا العنوان كتبت راغدة درغام مقالا في صحيفة الحياة اللندنية وقالت راغدة ما حدث ميدانيا في ساحة الحرب اليمنية هو الذي دفع الحوثيين الى اعادة النظر والبدء في عملية التفاهم مع السعودية احدهم قال ان الحوثيين ولدوا وشاخوا في غضون سنة استنتجوا ان المعونات الايرانية لهم من تحت الطاولة لن تكون كافية لخوض حرب شرسة وان الامكانات المادية الايرانية لن تكفي لتحمل عبئ الحرب في اليمن لذلك قرروا الابتعاد قليلا عن ايران ووافقوا على التفاهم مع السعودية بالرغم من رفض طلبهم الاعتراف بهم كقوة مقابلة لقوة الشرعية المتمثلة في عبدربو منصور هادي وجدوا ان الفرصة متاحة عبر المبعوث الاممي للبحث في التسويات على اساس القرار 22-16 والتي تدعمها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وبالذات الولايات المتحدة وروسيا قد تكون هذه الانفراجات قفزة نوعية نحو انهاء النزاع في اليمن وقد تكون مجرد استراحة المحاربين من اجل العودة الى القتال بضروة اكبر الامر يعتمد على اعتبارات عدة ليس سهلا التنبؤ بها لا سيما ان شراسة القتال باتت جزءا من موازين المفاوضات السياسية فانصر علي عبدالله صالح ما زال في المعادلة بغض النظر عن اعتبار البعض حاليا انه بات مهمشا وقول البعض الاخر انه لن يتمكن من ان يحصل على اي شيء بعدما غدر به الحوثيون فهناك من يتصور ان صالح اصبح معرق للعملية السياسية وان لا مخرج امنا له لان شروط مغادرته تعجيزية ذلك لان الاموال التي لديه ويريد اخراجها هي التي ستجعل خروجه غير امن وبالتالي انه لا يراهن على الخروج وانما على الخروج الامن بشروط تعجيزية لعل عنصر الانهاك هو الذي سيساعد اليمن على ايقاف حروبه العديدة بقدر ما لهذا العنصر من تأثير في مسيرة ليبيا الدموية صحيفة الخليج عنونت في احدى صفحاتها وقالت ضاق هامش المناورة لدى الانقلابيين فردخوا مضطرين الى طاولة التفاوض اليمن على اعتاب الحل السياسي على اعتاب الحل السياسي في الكويت تقول الصحيفة ايضا لا يمكن المراهنة على قيام الجماعة الحوثية وحليفها صالح بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها للمبعوث الاممي بيد ان هذه المرة لم تعد معها القوة العسكرية او الدعم اللوجستي الذي من شأنه ان يوفر لها الامكانية على المضي قدما في مشروعهم الانقلابي وتفيد الصحيفة نقلا عن لواء طيار اركان حرب هشام حلبي وهو عضو المجلس المصري المصري للشؤون الخارجية في حديثه للخليج تقلص امكانات هذه الجماعة المتمردة فضلا عن غياب الدعم الخارجي وهو ما يدفع اية جماعة ارهابية للرضوخ في نهاية الامر للمفاوضات فلو استمرت الحرب فستؤدي الى المزيد من خسارتها سواء على مستوى عناصرها وافرادها او على مستوى تسليحها وقدراتها القتالية ولدى سؤاله عن استمرار هذه الجماعة في القتال في بعض الجيوب والمناطق خاصة القريبة من العاصمة علق قائلا هذا طبيعي من قبل جماعة ارهابية لا يمكن اخضاع كل عناصرها للسيطرة من قيادة مركزية فهي ليست جيشا نظاميا وانما مجموعات من الميليشيات فضلا عن الرغبة من قيادة هذه الجماعة في الحصول على اي مكاسب عسكرية للاتكاء عليها في المساومات السياسية وحول توقعاته لجولة مفاوضات الكويت يقول المستشار باكاديمية ناصر العسكرية العليا ان اهميتها تكمن بالدرجة الاولى في نقل الازمة من المربع العسكري الى المربع التفاوضي والاخير لن يكون سهلا بل سيستغرق وقتا طويلا نتيجة تشرضم المجموعات الارهابية ولعدم التزامها بمعايير الشرف العسكري او الالتزام السياسي الى صحيفة الميان الاماراتية والتي عنونت في احدى موضوعاتها اكد ان محور الرياض القاهرة اساسي لاستقرار المنطقة ولحل ازماتها قرقاش يقول مفاوضات اليمن فرصة تاريخية لابد ان تنجح تقول الصحيفة ايضا اكد الدكتور انوار قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ان الحلول السياسية قريبة احتمالاتها ام بعيدة عفوا قريبة احتمالاتها ام بعيدة اصبحت مكونا اساسيا للخروج من الازمات في ليبيا واليمن وسوريا مشددا على انه مسار ضروري وفرص لا يجب ان تضيع وقال وزير الدولة الاماراتية في الازمة اليمنية لابد من ان ينجح المصار السياسي في الكويت لاجل اليمن ولاجل العرب المرجعيات واضحة والارادة السياسية مطلوبة والنجاح ضروري اضاف عصفة الحزم واعادة الامل وتضحيات التحالف هيأت الارضية للنجاح السياسي في الكويت علينا ان لا نفوت الفرصة ولنعين توافق واتفاق اليمنيين مؤكدا ايضا ان الفرصة امامنا تاريخية فهي لحظة الاجماع الوطني لا القرار المنفرد وهي لحظة مستقبل اليمن لا مستقبل الفرد او الحزب ادراك هذه الوقائع ضروري قال قرقاش في الطريق الى النجاح في الكويت لا يمكن ان نغلب المصلحة الضيقة فردية او حزبية على حساب مصلحة اليمن ومكانه وموقعه في المحيط الخليجي وقال الوزير النجاح السياسي في الكويت هدف استراتيجي وليس خطوات تيكتيكية لينهض من رماد الازمة الى مسار المستقبل البعيد عن روح الانتقام الضيق لاجل اليمن وجرانه الى صحيفة السياسة الكويتية عنوانت تصاعد حدة القتال بخمس محافظات يمنية قبل يومين من وقف اطلاق النار قالت الصحيفة ايضا ارتفعت وطيرة المعارك في خمس محافظات يمنية مأرب الجوف تعز البيضاء شبوة بين طرفي الحرب قوات الرئيس السابق صالح ومعها ميليشيات الحوثي في مواجهة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد الرب منصر هادي والمدعومة بطيران التحالف العربي وقدرت مصادر عسكرية وقبلية للسياسة سقوط قتل وجرح خلال الاربع والعشرين الساعة الماضية ووقوع آخرين في الأسر لدى الطرفين جراء الاشتباكات في المحافظات الخمسة ووقعت الاشتباكات بالتزامن مع حشود غير مسبوقة للمقاومة باتجاه منطقة نهم بمحافظة صنعاء وأيضا بالتزامن مع إعلان مصادر في المقاومة عن حشود مقابلة للميليشيات في اتجاه تعز أكدت مصادر محلية وقوع أعنف معارك بين المتمردين وقوات الشرعية في منطقة سرواح في مأرب شرق اليمن في ظل تأكيدات عن تقدم أحرزته قوات الجيش الوطني والمقاومة باتجاه مركز مدرية سرواح وقالت المصادر الاشتباكات أصفرت عن إفشال محاولة تسلل لمجموعة من الميليشيات إلى منطقة المكمدة القريبة من موقع المقاومة بمدرية حيفان مع استمرار المعارك بين الجانبين بمنطقة ضبي أعبوس وجبل شوكة سيرة مختصرة للدم تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقالا منشور على نطاق واسع وقال العديني في اليمن طيش بطعم الدم ورعونة برائحة الموت وقد ساد الظن أن اليمن الأوفر حضا بين البلدان التي طاف فيها الربيع العربي لأن أهل السياسة فيها توافقوا على حوار يقودهم إلى كلمة سواء ولأن الشباب من قبل رفضوا التصدي للرصاص بالرصاص غير أن ما اعتبر حلما وحكمة بدده الجنون فالذين وضعوا توقيعاتهم على المبادرة الخليجية وعلى وثيقة الحوار الوطني لم يلبثوا أن غرقوا في حمأة الحرب حتى الآذان ولم يكن هذا جديدا ولا مفاجئا فمنذ أكثر من عشرين سنة أحرقت حرب أربعة وتسعين وثيقة العهد والاتفاق الموقعة في عمان وقبلها حصل الاحتيال الأكبر على اتفاقية توحيد شطري البلاد وقد بدت في ذلك الوقت كما لو أن الحكمة السيقظت ولمعت في ضباب الفوضى رأى العالم كله في الوحدة حدثا خارقا وفارقا طوى ربع قرن من الصراع وضم داجرها حربين وعلى أي حال فقد تبين أن التجربة اليمنية غير قابلة للنقل لأن جوهرها يتلخص في عقد بين المكرب السوء والنوايا الطيبة ثم كانت الحرب والممارسات السابقة عليها واللاحقة بمثابة سكاكين مزقت شرايين كثيرة وأحدثت شروقا عميقة في النفوس جعلت أشد الناس إيمانا بالوحدة أفجرهم في معاداتها هذه المرة كان الطيش مغلفا بالحكمة حاضرا في مؤتمر الحوار الوطني حيث الحوثيون يحرقون عمران ويدقون أبواب صنعاء ويجلسون على طاولة الحوار في الوقت نفسه ويوم وقعت الأحزاب السياسية ما جرى تسويقه باعتباره اتفاقا للسلم والشراكة في 21 سبتمبر 2014 فإنما فعلت بعد ساعات من إكمال إحكام الحوثيين السيطرة على العاصمة وفي خطابات زعيمهم عبد الملك كما في تصريحات آخرين لم يكفوا عن اتهام خصومهم بالتنصل من الاتفاق من دون أن يسوقوا من الأدلة سوى متابعة الحرب واجتياح مدن ومناطق جديدة لقد تفاخر اليمنيون بالطبيع السلمي لثورة فبراير شباط 2011 وزادوا بالقول إنه يحدث في مجتمع مدجج بالسلاح ومن جانب السلطات فقد تباهت في السماحة والرفق بالمتظاهرين رغم فيض الدم في الشوارع ولم يكن هذا من باب الإنكار ولا من زاوية تحميل المتظاهرين مسؤولية العنف بضلا عن أن يكون اتهاما لطرف دخيل لأن اليمنيين فاهموه على نحو عكسي كما هي العادة عندهم في تسمية الأشياء بأضدادها من باب الأدب أو على سبيل التهكم مشاهدين الكرام وصلنا إلى الختاب وهي مجموعة مميزة من رسوب الكاركاتور ومشاهدة ممتعة وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة